الحبر الأعظم البابا فرانسيس رأس الكنيسة الكاتوليكية في النجف حيث مقر أبرز المرجعيات الدينية للمسلمين الشيعة السيد علي السستاني قمة للزعامات الدينية الإسلامية المسيحية وفقا للبيانة الصادر عن مكتب آية الله السستاني فإن حديثا جرى تبادله بين القطبين حول معاناة الإنسانية من القهر والاضطهاد وغياب العدالة وكبت الحريات مضافا إلى ما تواجهه شعوب المنطقة من صراعات وحروب تمخضت عن أعمال تهجير وخراب ويبدو أن المرجعية الدينية في النجف لفتت إلى مصاديق جامعة لكل أشكال المعاناة لتدفع بالأولويات فيها فتقدم مظلمة الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة لوعي تام بمركزية القضية وانعدام اللبس في حجم الحيف التاريخي الذي يكافحه الفلسطينيون مسيحيين ومسلمين على حد سوى ولم يخلو البيان من دعوة صريحة إلى الزعامات الدينية الكبيرة للنهوض بمسؤوليتها في الحد من هذه المآسي ومنها حث أطراف الصراعات ومن بينهم القوى العظمى على تغليب لغة العقل والحكمة في مقاربة النزاعات وبشهادة ثابتة على تمسك العراقيين كشعب متنوع لانتماءات بقيم التعايش السلمي والإخاء أكد السستاني حرص المرجعية الدينية على قيم المساواة التي تضمن للمسيحيين العراقيين العيش بسلام وأمن وحرية يضمن حقوقهم دستور البلاد كما يضمنها للمسلمين مذكرا بالموقف المرجعي الصلب من الظلم الذي لحق بالمسيحيين بعد الغزو الأمريكي الذي فتح الباب أمام التنظيمات الإرهابية لتمزيق وحدة العراق ولا سيما بعد استيلاء داعش على مدن عراقية عديدة على أن إلاء القضية في فلسطين الأهمية البالغة في مقدمة الحوار يشخص ملامح متماثلة لخطورة الإرهاب الذي قد يمارسه تنظيم إجرامي أو تمارسه أجهزة دولة تحضى بتأييد قوى عظمى أبدالله بدران بغداد الميادين